وللحديث عن خفايا القهوة المختصة ينضم معنا من جدة عبدالله الجني معد معتمد من الجمعية العالمية للقهوة المختصة مرحبا بك عبدالله ما هو الفرق بين القهوة المختصة وقهوتنا أهلا وسهلا مرحبا وشكرا جزيلا على التقرير الجيد مبدئيا ممكن نتكلم عن القهوة كبذرة كفاكعة هي نبتة تكون موجودة تحت خطة استواء بعد كذا تنتقل للمزارع فالمزارع يقرر المعاملة فيها فإما أنه والله يكطفها يدويا بعناية فائقة أو ممكن بقطف مشين أو خلافه بعد كذا يشحنها إلى شخص يسمى مقيم قهوة أو مقيم ضن أخضر هو يشحنها إذا اعتنى فيها بشكل فائق ويدوي يشحنها على أنها ممكن تجيب له درجة تقييم مختص بعد كذا الأمر المختص يكون عند السيد المقيم القهوة الخضرة فهو يديه درجة على حسب نقاط معينة عنده من نظافة من أنه كل الأنواع عنده بشكل جيد فإذا اداها درجة فوق الثمانية فهذه هي القهوة المختصة أو إذا اعطاها درجة القهوة العادية كم تقييمها؟ نعم إذا اعطاها درجة أقل من ثمانين فهي نفس القهوة العادية التي تلقوها تحت مسمى قهوة تجارية طيب الطعم يختلف من الثمانين إلى تحت الثمانين؟ الطعم يختلف طبعا من الثمانين إلى الواحد وثمانين ونص من الثمانين إلى الثمانين ونص وش يختلفين؟ دائما لما يقولون لنا والله هذه القهوة كمقيمة قهوة هذه القهوة جاية من المنطقة الفلانية فأنت تعرف أنه والله بيغلب عليها الطعم الحمضي المقبول طعم السويتنس مقبول يكون فيها دائما تساوي وبلنس وخلافه في القهوة التجارية دائما أنت بتطغى عليك المرارة ويبدأ النكهات تبدأ تضيع لأسباب نقص في الجودة تبعا للتحضير أو أفون في الزراع عبد الله ما سبب إقبال الناس على القهوة المختصة؟ وش سبب أيضا دخولها لأسواقنا مؤخرا؟ طيب أعتقد أنه اليوم في العالم كله أي ثنين يخرجوا في جلسة صداقة يمكن يجربوا ويشربوا قهوة أي عمل يكون فيه قهوة والقهوة هي اليوم تقريبا المشروب الرائج في العالم فإذا كان فيه مثل هذا الشي وبدأ يتعامل معاملة خاصة وبدأ يظهر بجودة جيدة فلا شك أنه الناس بتقبل عليه لتجربة جديدة وطعم مختلف السوق يتحمل من المشاريع هذه من ناحية القهوة المختصة لا زال السوق تكلم عن المملكة شبه قارة بشكل واسع أنت تشوف أنه إحنا نحتاج مشاريع من هذه من الشباب أو الشبابات أيضا؟ عظيمة أنا جزء من عملي اليوم أني أقدم استشارات للمشاريع الناشئة ودائما نقول أنه أي مشروع حيفتح في السوق محتاجه والسوق غالبا محتاج أضعاف أضعاف من المشاريع الموجودة الآن ولكن السوق يحتاج مشروع ناجح والمشروع الناجح قطعاً ليس المشروع الكبير الضخم اللي متكون من أكثر من قسم المشروع الناجح اللي كل شخص فتحه ويعرف إيش الخطوة الجاية فيه ويأخذ على إثر هذا دراسة فنعم السوق بيقبل أكثر من الموجود حالياً طيب عبد الله في دورات لما يسمى بارستا؟ اليوم في جمعية عالمية القهوة المختصة اسمها Specialty Coffee Association الجمعية في اليوم منصتين في جدة شركتين بتقدم الدورات عن طريق هذا الجمعية الجمعية بتعطيك دورة على حسب المجال اللي انت فيه فمثلا اليوم أنا معد قهوة بمعنى بارستا معتمد من قبل الجمعية العالمية القهوة المختصة في مجالات أخرى في مثلاً مثل التحميص في مثلاً مثل التذوق فهذه كلها بناخذ فيها شهادات عن طريق الجمعية العالمية القهوة المختصة جميل عبدالجاني شكراً جزيلاً لك حياك اللفظ